بالمناسبة بقى يا حضرات النهاردة ان شاء الله عندنا مباراتين اقوى من بعض المباراة الاولى هتجمع ما بين الديوك الفرنسية مع بولندا بطبيعة الحال معظم التوقعات ماشية في سكة ان فرنسا هي اللي هتكسب لكن يعني اكيد المدرب ديشامب هيدفع بكل النجوم على القصوم من بابي وجريزمان وجيرو من البداية يعني ده غالبا هو اللي هيحصل في المقابل بقى منتخب بولندا اللي صعد بفضل تقلق حارسه نجم اليوفي ويه الهداف كمان لباندوفسكي اكيد مش هيكون خصم سهل باي حال من احوال خلي بالحضراتكم ماتشات الادوار الاقصائية دايما بتشهد مفاجآت مدوية ده الماتش او دي المباراة الاولى المباراة التانية هي اللي هتاخد اكيد برضو معظم اهتمام الجماهير في افريقيا تحديدا لان طرفها الاول هو اسود التيرانجا السنغال في مواجهة منتخب انجلترا اكيد بنتمنى لمنتخب السنغال اللي قدم مباريات جيدة جدا الحقيقة لغاية هذه اللحظة في البطولة بنتمنى له كل التوفيق اكيد برضو هيكون ماتش مش سهل مواجهة انجلترا هتكون مواجهة صعبة لانجلترا صاحبة اعلى عدد من الاهداف في مرحلة المجموعات برصيد تسع اهداف تساود بكده مع اسبانيا ومحتاجة يعني الحقيقة اكيد من لعيبة السنغال مجهود كبير جدا بالمناسبة اغلب القوام الاساسي في منتخب السنغال هم لعيبة محترفين في انجلترا يعني نقدر نقول ان قرية المباراة بين الطرفين هتكون متكافأة نسبيا الى حد كبير واكيد هنشوف ماتش قوي جدا هنسعد اكيد بمتابعاتهم ان شاء الله